اشتركوا في القناة هذا وطني وطني هذا لغرابة من الدمع يبكين والحرقة في عيونهن بالوثائق التي يكشفها مركز البرومتر العربي يتصدر العراق ثاني الدول العربية في مؤشر ارتفاع التوتر بين افراد شعبه ثم ما تعرفه كعراقي وتقرأه عيون الكاميرا لمسلسل لم ينتهي بعد فالتوتر في الساحات وفي قلوب الشباب بعد ان ضاق الانسان العراقي بلوعات الحرمان والفساد يكشف المركز ايضا عن مرتبة الكآبة اذ يتربع العراق على عرش الدول العربية في اعلى مؤشر لها ولماذا لا تكون الكآبة وعوامل الاضطراب النفسي هي الاعلى في بلاد الرفدين لطالما ان الخسارات تتلوها الخسارات لكنه شعب يجبر الكسر ويعظم الامل تسعة واربعون بالمئة من العراقيين هم الاكثر ذكرا لاحساسهم بالتوتر في كثير من الاحيان او في معظمها نتائجه يظهرها البروميثر العربي الى العلنة لعد الله يقبلها محمد رسوله يأدري عرد عرف هذا تخلف عقل مئة بالمئة وهي حالتهم ولو تصور البيت وشوف اللي يبيه الله اكبر وفي يوم الصحة النفسية العالمية يشير الدكتور ادهم اسماعيل ممثل منظمة الصحة العالمية الانه يوجد تسعة عاملين في الرعاية النفسية لكل مئة الف شخص لكن في العراق تنخفض النسبة الى اقل من عاملين لكل مئة الف شخص ثلثهم من غير المختصين ما يعني ان البلاد تمر بنقص حاد في الاطباء النفسيين صفعتان تؤجج مؤشرات الخطر للصحة النفسية ليبقى العراقي اسير ضياع قطاع الصحة من جهة وقهره على يد الفاسدين والخارجين عن القانون والطامعين في ارض العراق من جهة اخرى لذا لغرابة ان تكون الكابة سيدة البال في الحل والترحال اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة